وين هؤلاء كالي كانوا أصحاب الرأي أين أصحاب الشعبية الكبيرة يجد لنا حلول وينهم؟ ومع أي شعبية نسائية الآن ما دخلش عقلك ومعانا شعبية رجال وشباب من كل المحافظات وليس محافظة صنعاء فأنه لا مانع فأنت يكون هناك طرف ثالث بديلا عنهم جميعا وهي طرف النساء أنا ما شاء الله عليها اللهم صلي على محمد ما شاء الله عليك يا عمّة ما شاء الله أنا ما شاء الله عليها اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم علي الله يحرسك من كل عين عم أيوة ما تشتينتي ما هو الحل عكك فأنت يكون هناك طرف ثالث طرف ثالث؟ طرف ثالث ورابع وخامس لا ثالث ثاني وإيش بها نخسر لك؟ طرف ثالث من النساء وهذا حال ليش ما نجرن بالنساء؟ يعني بس أيش فيهم الرجال؟ ممكن أن نختار النساء ترين بأن الرجال هم سبب النكبة في هذه البلاد؟ آه لأنهم مصممين على رأيهم هؤلاء خلاص أصبحوا مصممين على رأيهم أصبحوا فاشلين أصبحوا أغبياء أصبحوا ما عاد يصلحوش جوسف الكرسي فاشلين وأغبياء وما يصلحوش بس الله هل بستعين عليكم سوت وجوهنا أمام الحجة هذا طيب النساء النساء مع النساء بس نساء مثل من نختار أصبح سيدة نساء المؤمنين كيف أعجن؟ كيف أخبز؟ كيف أعد الطعام؟ كيف أكنص المنزل؟ كيف أغسل الثياب؟ يا الله إحنا والآدم إن قالوا يحكموا الرجال قال أنا سيد وإن جابوا مقترح يحكمنا النساء قال أنا أصبح سيدة نساء المؤمنين أصبح سيدة نساء المؤمنين كيف تفعله؟ هيا يا عما كيف نعمل بهذا؟ كيف تتفهمه معه؟ يعني بالواقع يتكلم الحوثي إحنا نقدر نقول له يا عزيزي نريد الصندوق إذا مانع في كل الشعب لكلمته هيا دقليلها الحوثي يا عزيزي لاو كمان فيها يا عزيزي يا عزيزي صندوق صندوق أيش؟ يا فرحته لو دقليلها صندوق بايصرفلك من هذا الصناديق هذا تخصصه ما فيش معاهم إلا هذا الصناديق أول شي صندوق شاص وبعداً يصرفوا لك من هذا الصندوق هيا انت بي دقليلها يا عزيزي خلي يا عزيزي لوحدها ما تناسبش الحوثي أبداً شكرا